كما استقبل محلب السفير الإيطالي لدى القاهرة موريزيو ماسوريا الذي أكد استعداد الجانب الإيطالي لتقديم قرض ميسر خاص بمشروع القطار السريع للربط بين كل من مدن الإسكندرية والقاهرة وأسوان وخلال الاجتماع أكد محلب ضرورة استكمال مشروع نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكي الذي يتم بالتعاون مع الجانب الإيطالي مضيفا أن أمام الشركات الإيطالية فرصة لزيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة لها في مصر